السلام عليكم في هذا الفيديو أقدم لكم الحل الجبري لنظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين الخاص بتلامدة سنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي وينقسم الحل الجبري إلى طريقتين أولا طريقة التعويض ثانيا طريقة تأليف الخطية وسنتعرف على الطريقتين انطلاقا من حلنا لمسألة الرياضية من الواقع المعيش نبدأ أولا بقراءة نص المسألة مسألة ساهمت مجموعة تتكون من عشرون فرضا أساسد وسلاميذ في شراء مجموعة من الكتب لخزانة المدرسة بثمان ثلاثمائة وعشرون درهما إذا علمت أن كل أساد ساهم بثلاثون درهما وأن كل تلميذ ساهم بعشر الدراهم فما هو عدد الأساسدة وما هو عدد تلاميذ المساهمين إذن من خلال قراءتنا لنص المسألة يتوضح أن هناك مشهولان فنحن لا نعلم عدد الأساسدة ولا نعلم عدد تلاميذ إذن ليكون x عدد الأساسدة وy عدد تلاميذ بما أن عدد الأفراد الذين ساهموا هو عشرون فرضا من بينهم أساسدة وتلاميذ إذن x عدد الأساسدة زائد y عدد تلاميذ سيساوي عشرون وهذه المعادلة الأولى ساهم كل أساد بثلاثون درهما وساهم كل تلميذ بعشر الدراهم بحيث مجموع مساهماتهم يساوي ثلاثمائة وعشرون درهما إذن سنحصل على المعادلة التالية ثلاثون درهما في عدد الأساسدة أي ثلاثون x زائد عشر الدراهم في عدد تلاميذ أي عشر y سيساوي المبلغ الإجمالي أي ثلاثمائة وعشرون درهما وهذه المعادلة التانية إذن النظمة هي على الشكل التالي المعادلة الأولى x زائد y تساوي عشرون نضع لامة على النحو التالي ثم المعادلة التانية ثلاثون x زائد عشر y تساوي ثلاثمائة وعشرون نلاحظ هنا أن المعادلة التانية قابلة لتبسيط على عكس الأولى وتبسيط المعادلة هنا مهم جدا لأنه سيسهل علينا حلها إذن يمكننا تبسيط هذه النظمة التي سميناها s غالبا نختار s لأنها بالفرنسية نظمة هي system ويمكننا تبسيطها لتصبحها على الشكل التالي المعادلة الأولى لا تتغير نضع اللامة ولكن المعادلة التانية نلاحظ هنا أننا في الطرف الأول يمكننا التعميل بعشرة فنحصل على عشرة عامل بثلاثة x زائد y ثم في الطرف التاني يمكننا تفكيك ثلاثمائة وعشرون إلى جداء لتصبح اثنان وثلاثون في عشرة إذن سنحدف عشرة من الطرفين فنحصل على المعادلة التالية ثلاثة x زائد y تساوي اثنان وثلاثون وهكذا أصبحت النظمة أسهلة في الحل إذن سنقوم بحل هذه النظمة بطريقتين أولا بطريقة تعويض ثم بطريقة تأليفة الخطية نبدأ أولا بطريقة تعويض إذن سنحاول تفصيل مراحل إنجاز طريقة تعويض أولا نحاول اختيار المعادلة التي تبدو لنا سهلة بعض الشيء إذن هنا اخترنا المعادلة الأولى ثم بالسعمال المعادلة الأولى نعبر عن y بدللة x يمكننا أن نعبر عن x بدللة y ولكن هنا اخترنا y بدللة x نظرا لأن y في المعادلة الثانية لا يوجد أمامه أي معامل وهذا سيسهل حل النظمة إذن x سيغير الطرف ونحصل على المعادلة التالية y يساوي 20 ناقص x إذن المرحلة الموالية هي في المعادلة الثانية نعود y بالقيمة 20 ناقص x أي القيمة التي حصلنا عليها من المعادلة الأولى وفتصبح المعادلة الثانية على الشكل التالي 3x زائد محدث y ونعوضه 20 ناقص x تساوي 32 نحل المعادلة المحصل عليها بمجهول واحد أي أصبحت لدينا معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد وهذه المعادلة يسهل حلها وذلك لإيجاد قيمة x إذن 3x ناقص x ستساوي 32 ناقص 20 3x ناقص x هي 2x ستساوي 12 إذن العدد الذي نضربه في 2 للحصول على 12 هو 6 وبالتالي وجدنا قيمة المجهول الأول بقي لنا تحديد قيمة المجهول الثاني y نعوض x بالقيمة 6 في المعادلة المحصل عليها في المرحلة الأولى وهذا من أجل إيجاد قيمة y والمعادلة كانت هي y يساوي 20 ناقص x فتصبح y يساوي 20 بدل x ناقص 6 لأن وجدنا قيمته إذن 20 ناقص 6 هي 14 وبالتالي تمكننا من إيجاد قيمتين المجهولين x و y إذن إذا كان لدينا نضم على الشكل x زايد y تساوي 20 و 3x زايد y تساوي 32 فإن x سيساوي 6 و y سيساوي 14 نستنتج أن الزوج 6 14 هو حل للنظمة S ويمكننا التحقق من الحل وذلك بتعويض x و y بقيمتيهما في المعادلة الأولى والمعادلة الثانية لنرى هل الزوج 6 14 يحقق المعادلتين معا وبالتالي بنرجوعنا إلى المسألة فإن عدد الأساسدة المساهمين هو 6 لأننا اخترنا x هو عدد الأساسدة و عدد تلاميذ المساهمين هو 14 لأننا اخترنا y هو عدد تلاميذ إذن بعد حلنا للنظمة باستعمال طريقة تعويض ننتقل الآن إلى حل باستعمال طريقة التأليف الخطية إذن سنحاول أيضا التفصيل في مراحل إنجاز طريقة التأليف الخطية أولا نبدأ بـ تحديد أحد المجهولين هدفنا التخلص من المجهول y لنحصل على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد وللتخلص من المجهول y نضرب طرفين معادلة الأولى في العدد ناقص واحد فنحصل على الكتابة التالية ناقص واحد عامل لx زيد y ستساوي ناقص واحد في عشرون والمعادلة الثانية نتركها كما هي 3x زيد y تساوي 32 نحصل على معاملات متقابلة أمام y في كلتا المعادلتين على النحو التالي المعادلة الأولى ناقص x ناقص y تساوي ناقص عشرون لأن ضربنا طرفين معادلة في العدد ناقص واحد والمعادلة الثانية 3x زيد y تساوي 32 وهنا نلاحظ أن هناك تقابل ما بين معاملات التي توجد أمام y في كلتا المعادلتين هنا إشارة سالبة هنا إشارة موجب أي ناقص واحد زائد واحد نجمع المعادلتين محصل عليهما طرفا بطرف وذلك للتخلص من y إذن سنقوم بعملية الجمع سيتم اختزال العددان المتقابلان لأننا نعلم أن عددان المتقابلان مجموعهما يساوي 0 أي نشطب عليهما فيتبقى لدينا من المعادلة الأولى في الطرف الأول ناقص x ثم عملية الجمع الطرف الأول من المعادلة الثانية سيبقى لدينا 3x نضع تساوي الطرف الثاني من المعادلة الأولى ناقص 20 عملية الجمع طرف الثاني من المعادلة الثانية يبقى 32 إذن نمر إلى المرحلة الموالية نحل المعادلة بمجهول واحد لإيجاد قيمة x أي المعادلة التي حصلنا عليها بعد تخلصنا من y هي معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد نحلها على الشكل التالي الطرف الأول يبقى هو ناقص x زائد 3x والطرف الثاني ناقص 20 زائد 32 ناقص x زائد 3x سعطينا 2x وناقص 20 زائد 32 تساوي 12 العدد الذي نضربه في 2 للحصول على 12 هو 6 وبالتالي وجدنا قيمة المجهول الأول أي x يساوي 6 نمر إلى المرحلة الموالية وهي تحديد المجهول الآخر هدفنا التخلص من المجهول x الآن سنتخلص من x عوض التخلص من y لنحصل على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد أي سنقوم بنفس طريق ولكن هنا سنضرب طرفين المعادلة الأولى في العدد ناقص 3 أي لتصبح على الشكل التالي ناقص 3 عامل لx زائد y تساوي ناقص 3 في 20 أما المعادلة الثانية فنطرقها كما هي 3x زائد y تساوي 32 نمر إلى المرحلة الموالية نحصل على معاملات متقابلة أمام x في كلتا المعادلتين وذلك على الشكل التالي بعد النشر نحصل على ناقص 3 x ناقص 3 y تساوي ناقص 60 لأننا ضربنا طرفين معادلة الأولى في العدد ناقص 3 نضع اللامة والمعادلة الثانية دون تغيير نمر إلى جمع المعادلتين المحصل عليهم طرفا بطرف ذلك للتخلص من x وهذا لأن هناك معاملات متقابلة أمام x في كلتا المعادلتين فالناقص 3 هو مقابل 3 وتلاتة هو مقابل ناقص 3 إذن عملية الجمع نعلم أن مجموع عددان متقابلان يساوي سفر إذن لنشطب عليهما الطرف الأول من المعادلة الأولى يبقى لدينا ناقص 3 y نجمع عملية الجمع الطرف الأول من المعادلة الثانية يبقى لدينا y نضع تساوي ثم نجمع ناقص 60 طرف تاني للمعادلة الأولى الأولى زائد طرف تاني للمعادلة الثانية أي عملية الجمع زائد 32 إذن أصبحت لدينا معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد نحل معادلة بمجهول واحد لإيجاد قيمة y ناقص 3 y زائد y تساوي ناقص 60 زائد 32 ناقص 3 y زائد y تعطينا ناقص 2 y وناقص 60 زائد 32 تساوي ناقص 28 العدد الذي نضربه في ناقص 2 للحصول على ناقص 28 هو العدد 14 أي أن y يساوي 14 وبالتالي تمكننا من تحديد قيمتي المجهولين x و y باستعمال طريقة تأليف الخطية إذن إذا كان لدينا نضمع على الشكل التالي x زائد y تساوي 20 3 x زائد y تساوي 32 فإن x سيساوي 6 و y يساوي 14 نستنتج أن الزوج 6 14 هو حل نضمع s وبالتالي عدد الأساسدة المساهمين هو 6 لأن x هو عدد الأساسدة و عدد تلاميذ المساهمين هو 14 لأن y هو عدد تلاميذ إذن حصلنا على نفس الحل سواء باتباع طريقة تعويض أو باتباع طريقة تأليف الخطية إذن وصلنا إلى نهاية هذا المقطع أعطيكم موعد إلى لقاء تاني سأتحدث فيه عن الحل مبياني لنظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمشهولين السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة